السلام عليكم طلاب شونكم ان شاء الله بخير يا ربي بعض الشغلات اللي انا وعدتكم انه اسجلها لكم حتى تستفادون من يمها الشغلة الاول لشون ان نسوي رسيت للأوتو كاد والشغلة الثانية اذا في حال انه انا ممسيفة الشغل ماتي وطفة ومرات ممسيفة ويطفة او ينضرب او معروف شنو فهوين ممكن ايلقى نسخ احتياطية اول شي طريقة الرسيت انه انا اروح على الستارت وهنا هنا اقو هذا الفولدر اسمه وفي داخله راح اعجل اتو كاد انا اقود RESET هاده RESET SETING TO DEFAULT ونزل عليها واخذ ال go up عن RESET custom واختار هذا الخيار فى يرسيت لي الكاد الطريقة انه انا اين؟ ألقى الفايلات الباك أفتح الأوتو كاد وأروح على الأوبشن حتى أعرف النسخ الاحتياطية أو هو برنامج الأوتو كاد وين داي يسيب لي نسخ احتياطية يسميها باك أفتح أي فايل موجود عندي أو حتى ذا هو start فارغ أروح على الأوبشن يأما راي تكليك منا وأخذ أوبشن أو منا من الفايل أقو هذه الأوبشن أروح على الفايل الفايلز أقو هنا automatically save file location هذا اللوكيشن هو داي يخلي لي بي الأوتوباك للفايلات فأني أتبع هذا الباث اللي هو داي يقول لي أنه بالسي بالسي user predator طبعا هو كل حاسبة إلهي فايلات بنلفيو أفعل الهدن آيتم يشكوا فايلات هدن حتى يضطع لي الابليكيشن داتا لأن الابليكيشن داتا هو هده هدن إذا نباو عليه في حال إنه ما نفعل الهدن آيتم راح الابليكيشن داتا أنا محتاجتها فأفعله أبليكيشن داتا لوكل تم بعدها هنا إذا أشوف الفايلات هذه اللي هي dot bag dot bag هذا هي auto bag لي DWG مالتنا اللي إحنا مش تغلي فأشوف شنو الفايل اللي آني محذوف عندي أأخذه كنسخة copy لأي مكان أروح وليكن عقدس كتوب مثلا ctrl v إجا هذا الفايل اللي آني نقلته إش أسوي له أسوي له الرنين بدل ما extension malta dot bag لأنه ما حيفتح بال auto card فلازم أسوي dot DWG enter ليقول لي إنه هذا الفايل حتغير extension malta وحيصير DWG أقول لي إيه هو آني أصلا رايدها فاتحول إذا تبعوا علي تحول الباك إلى DWG وصار هو file auto card أقدر أن أفتح وهذا الدليل إنه أنفتح عندي طبعا هذي أغلب الحالات ممكن 75% الفايل ألقاها هناك وأقول صراحة ما راح ألقاها فيعني تعذرون بس يعني تفيد نا بهواي شغلات وطبعا هذا auto bag يسيف يعني كل شو هواي ونسخ راح تلقوها بس قلنا نسخة bag dot bag تتحول إلى dot DWG بمكان ثاني مو بالمكان اللي أنت تشتغل به حتى لا يصير replace ومعروف شنو مكان ثاني أنت تندلي أو أنت تندلي واتغير extension ما لتو يشتغل الباقي للفايل قلنا start العفول autodisc هو من start واروح على auto cad file اسمه auto cad شنو أنتو نسخة وأقول reset هذي reset setting to default هذي حتى ترجع لل auto cad في حال قام يصفون اتغير الإعازات معروف شنو شغلة ثانية قلت اللابس إلوني على line weight يعني ما موجودة عدهم فمنين نشغلها قلنا منانا هاي القائمة نفتحها ونفعل اللي احنا نريد واللي آني هسا مثلا نفعل line weight نفعل snap نفعل puller track ortho grade snap هذي كلها آني مثلا مفعلة أو اكو default متفعلات وأكو شغلات عن إحداث اللي هي مثل line weight إن شاء الله تكون هاي الملاحظات تفيدكم